قد كتير هند شافت رضيع يقرأ صورة يسين بصوت رجل ما شاء الله عليها حلو بس صوت رجل دي فيها إن أقولك على حاجة هو طبعا الشيطان إن لم يدخل لك من باب المعصية يدخل لك من باب الطاعة يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني أنت شفتي عيل لو العيل اتكلم كطفل دي محمودة وفي شاهد من أهلها وحاجة حتنجيها كده من ناس عايزين يقتلوها أو حاجة لكن يتحدث برجل خلي بالك إن دي خدعة من الشيطان حتى لو بيقرأ قرآن الشيطان أكتر واحد صلى الشيطان أكتر واحد ذكر الله قبل ما يشطه يبقى شيطان بطاقوس الملائكة فالشيطان ليه ألعبه؟ بس الشاطر والمخضرم بيقفشها لو لو ماما حلمت إنها قاعدة عند معدية وبتتصور واحد قال لها عايز رقم العجمية عشان أخطب بنته جنة الممردة جات تفتح الموبايل كان رافض يفتح ومحدود عليه صورة ماما في الخلفية لا دا حلم مرشة أي مجال من التفسير بصي أولا ممكن يكون عندك بنت في نفس سن جنة دي وبتتمنيلها الخير بس مش عايزة طبعا كل أمي بقى عايزة بانوتتها هي اللي تتجاوز الأول وتتخطب الأول والموبايل مش عايز يفتح يعني كده يعني فهماني يعني نتمنى للآخرين الخير كما نتمنى لنفسنا يعني معنا صدقتي تديني تلات كتب كتب حلوة أوي الكتب دي بشارة في حاجات مؤكدة حت تحصل لك يعني في بشاير بشرة وبشرة وبشرة يعني ما شاء الله عليك مثلا كتب كتاب كتب عقد كتب خدي كلمة كتاب كتب يعني كتب أي حاجة عقود تأشيرات حاجات فيها مصالح دخلالك شغل جديد فهو ده كلك الكتب دي وبرضو زيادة وفصاحة في العلم طيب أميرة أنا متزوجة وأختي مخطوبة ومام متوفية حلمت أني عند دكتور اسمه عبد السلام المهدي هو متوفي أصلا وقاعدة كشف صدري الاتنين وبقول له أنا عندي زي زي حبوب أو دمام أو كده في صدري أيها طيب بصي حولك على حاجة هو الدكتور أصلا متوفي متوفي أه أنا أنا بدعوك أن أنت تروحي تشوفي نفسك بس صحيا لأن على حسب الدكتور ده مجاله إيه هيكون التعب حتة الكشف دي مش المقصد بها أنها مبينة مفاتنها ولكن هو كشف كشف يعني كشف يعني كشف تشيك أب على نفسك كله وشوفي بالذات الدكتور ده متخصص في إيه ويرجعي لطبيب يغص الأحالة دي ملاش دعب الصدر خالص على فكر خالص لو إلا إن الدكتور جلدية أو حاجة فيرجعي للدكاترة حلمت بشخص مجهول واقف في بلاكونة عمارة وحدف لي حبل سميك وأنا مسكت الحبل وهو بيشدني لفوق ولسه دورين وأوصل بصي بقى ده بقى فيه كده رسائل حلوة وحب كده وفتحنا باب للصداقة كده والحبل ده هو السبب يعني بيشدها بالحبل يعني زي ما يقول إيه استدها بالمعنى الصريح يعني فهي بتقول فاضل دورين فاضل دورين يعني إيه يعني هو واضح إنه هو كمان بتاع بنات وإنت جمارة عندك مساحة إن أنت تفكي فغيرتك وبعدين خطر لإن هو رميلة من البلكونة وبسحبها من البلكونة يعني أنت في خطورة خلي بالك فطعي منه خالص شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة